من الأنفاس التي أنهكها فيروس كورونا إلى تفشي الوباء في العالم وصلت المأساة إلى اقتلاع العيون بالألاف من مصابي كورونا في الهند بات كل واحد فيهم اليوم بعين واحدة أما السبب فيعود لانتشار الفطر الأسود العدوى الفطرية التي يصاب بها المريض بعد وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي المعرض للتلوث أكثر من أي جهاز آخر في المستشفيات صحيفة The Sun البريطانية رفعت الحجاب عن معلومات خطيرة سيما انتشار الفطر الأسود بين مصابي الهند لأكثر من 60% منهم وضعوا على جهاز التنفس الاصطناعي أول حديث عربي عن الفطر الأسود ما جرى مؤخرا عن إصابة الفنان الراحل سمير غانا به قبل وفاته كما قال شقيقه أما الأطباء فيكشفون عن خطر كبير قد يفقد الألاف عيونهم وتلك الوسيلة الوحيدة لحماية الدماغ من وصول الفطر الأسود إليه فيما ترى منظمة الصحة العالمية ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتلقي لقاحات وتعقيم أجهزة الأكسوجين والمستشفيات كي لا يفقد أخرون عيونهم أو حياتهم أو تتفاقم العدوى لتنتشر في موجات جديدة حول العالم